بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزلنا علما يا رب العالمين اليوم الأحد الرابع من شهر جماد الثاني 1445 للهجرة الموافق للسابع عشر والشهر ديسمبر 2023 وما زلنا في أحتام الخطبة في فقه النكاح وبعد تعريف الخطبة أنه الكلام بين اثنين وشرعا طلب زواج المرأة من نفسها أو من وليها أو هو طلب الوعد بالزواج وقال الله جل في علاه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ورعينا أنه ينبغي لكل من طرفي الزواج أولا الاستشارة وفهمنا أن الاستشارة تكون بمشابرة أحد من الخلق سواء من جن أو من إنس سواء كان صاحب تقوى أو صاحب علم أو صاحب سن أو صاحب خبرة وقد أمر الله جل في علاه الرسول صلى الله عليه وسلم مشاورة أصحابه سواء كانوا أكبر منه أو كانوا أقدم منه خبرة وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وكذلك تستحب الاستخارة ووقفنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن وفهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود يعلم الصحابة السورة من القرآن لأنه رسول عن الله ورسالته إما لتنذار الناس بشيرا أو نذيرا بشيرا يبشرا للناس الذين عملون الصالحات ويطيعون الله بالجنة وكذلك نذيرا لمن أصى وكفر أن له النار وهذه البشارة والنذارة تأتي بإيش؟ بتعليم القرآن بتعليم كلام الله فكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته تعليم القرآن فأنت إذا ابتلاك الله بتعليم الناس فبدأت تفكر وتبحث عن ماذا تعلمهم تعلمهم القرآن تمسك الآيات شرحة لهم يعطيهم أحكامها يعطيهم الفوائد التي تفيدهم في القرآن فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصحابة في تعليمهم القرآن أيضا كان حريصا في تعليمهم الاستخارة ولو لاحظنا لماذا يا رسول الله تعلمنا الاستخارة لأنه توكل على الله فأنت عندما تقدم على أمر قد استخرت الله فيه إن أصابك الشر فيه ظاهر شر فإنه سيكون لديك من الإيمان والتوكل على الله والاستسلام ما يجعل إيمانك لا يدخل فيه تصخد أو لا يدخل فيه تندم أو لا يدخل فيه أسر فمثال لو إنسان استخر الله في زواج وقدر الله في الزواج هذا بعد سنة أو سنتين صار فيه مشاكل فإنه سيكون في واقعه يعني وفي قلبه أيسر من إنسان لم يستخر الله سبحانه وتعالى أو لم يستشروا أقدما وكأنه يتحمى قرار نفسه ستجد دائما يؤنب نفسه هو كأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر وهو الذي يعني استعجل لكن لما يكون مستخير الله يعني كأنك تذكره استخرت الله نعم استخرت الله يقول لك خلاص إن الله لن يضيعك لعل الله يطلع على الشيء أنت لا تدري عنه قد ترى أنت وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرعوا شيئا وهو خير لكم فطريقة الاستخارة كما رواه رضي الله عنه جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين وسنة الركعتين هذه في أمور كثيرة من العبادات منها إيش؟ الاستسقع الطلب السقية منها صلاة الحاجة إذا إنسان يريد قضاء حاجة يصلي ركعتين منها صلاة ركعتين الفتح ومنها ركعتين الخصوف والخصوف لما كانت آية تأتي عسى عسى السلام يفزع يعني يقوم يعني خوفا أن تقوم الساعة وهو في عهده صلاة صلاة الشفر أو سنة السفق عندما يقضم على أهله فعال العموم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فالركعتين هذه كأنها بوابة كأنها مفتاح لما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أطلبك يا رب بعلمك وأستقدرك بقدرتك لأنك أنت القادر وأسألك من فضلك العظيم أي أطلبك يا رب من فضلك العظيم وتعلمنا أن فضل الله مهما فكرت فيه لا تستطيع أن تحيطه وذكرنا فكرة إيش أهل الآخر واحد يدخل الجنة أنه عندما يملك الدنيا كلها هذه الأرض كلها بجذورها وأنهارها ومديانها بل وأضعاف أضعافها السلام عليكم وأسألك من فضلك العظيم طيب لماذا؟ وهذه أيضا من سنة الدعاء أنك دائما تبدأ بتعظيم الرحمن تعظيم الله ثم تأتي بالدعاء فإنك تقدر ولا أقدر وأيضا من الدعاء اللهم إن أبي مثلا بعد أن يتوفى ضيف بين يديك وليس له أحد سواك وأنت الكريم وأنت المنان وهكذا فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي علام الغيوب ماذا تعرف في علام القيوب؟ مما يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء إلا أن من علمه أنه ينقله لمن خلق فيه هناك من العلوم ينقلها إلى من خلق مثال ملعكة يعرف أشياء نحن لا نعرفها مثلا بعض الجن يعرف أشياء نحن لا نعرفها ونحن قد نعرف أشياء وغيرنا لا يعرفها لكن أمور الدين أمور الأجر والثواب والطريقة التي يدلك على الجنة والطريقة التي يبعدك على النار هل في أحد يتفاضل؟ هل هو السر؟ هل هو من حلوم الغيب؟ لا أحد يضحك عليه فقد يأتيك نسلم لك أنا عندي من العبادة ومن الذكر أو من الدعاء الخاصة الذي يفتح لك بواب الرحمة ويجعلك في الفردوس لا أقوله لا تضحك علي ولا أضحك علي ما مات النبي عليه الصلاة والسلام لو عرفنا جميع الطرق التي تسهل لنا ما عندنا إلا حاجة طلب العلم الصحيح والعبادة نفسها ما عندنا يعني لا تظن أنه مثلا في بعض الأديان كثرة الرهبنة ولك يعني ترى هك في كنيسة ولا في دار عبادة حتى تبلغ قربتك من الله سبحانه وتعالى في الإسلام لا يوجد شيء اسم رجل دين كلنا مسلمين كلنا ننقاد بأمر الله ونخشى من الله وأن تعلم غيب لكن هناك علم لا يعلمه إلا الله ما هو؟ علم الساعة لا يعلمها إلا الله وهذا نحن نؤمن إن لو جاء إنسان الآن يقول أنا أعرف علم الساعة فنقول له أنت كاذب ومما بلغني على الكتاب اللي هم اليهود بالذات يعرفون متى يعني تقريبا متى تقوم الساعة لكن لا يعلمون أي أحد من خارج ملتهم أبدا لا يعلم هذا عندهم كيف عرفوا؟ عرفوا بعيات كما نحن عندنا آيات في علامات الساعة هم يعرفوا هذه الآيات وأكثر منها لأنهم يعخذوها منا حسدا ويأخذوها من النصارى وحرفوها ويأخذوها من من الإسرائيات التي عندهم اللي نزلت آياته موسى فهي موجودة عندهم لكن لم يشروها يعني أنت الآن تبحث على التوراة اللي هو العهد القديم برضو محرف لكن ليس هو التوراة وليس هو إلا الصحف التي أنزلها الله والألواح التي جاءت على موسى لماذا؟ لأنهم عكسنا تماما نحن في ديننا ننشر نحن مأمورين بنشر العلم بينما هم لا حبون أن يكتفوا على أنفسهم اللهم إن كنت تعلم برضو هذا من آداب الدعاء بعد أن مجدت الله وتذللت له وذكرته بصفاته وأسمعي أبدأ أسأله فيما همني وهنا يأتي دور هذا الفتح لأنك إن لم تسمي قد لا تأخذ ما تريد تقول أنا أعلم بقلبي خلاص الله أعلم ما في قلبي لا هنا عبادة الدعاء عبادة ذكر لسان اذكر ما تعرف مونش لا يذكر اللهم إنك تعلم ما في نفسي تبلغني إياه مش في دعاء الاستخار عمون اللهم مثل إنك تعلم وضعك حالي فقوني وهكذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال شك من الراوي في عاجل أمري وعاجله تقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر طبعا يسميه هنا وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة أن الشراء سيارة كذا أن سفري إلى منطقة كذا أن تجارتي في كذا أن تسمية ابني كذا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجلي فاصرفه عني واصرفه عنه واصرفني عنه ثم يأتيك تكميلة الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وقدر لي الخير حيث كان يعني أنت قد تدعو الله يمين أو يسار بينما يكون أمامه الأفضل فأنت تسأل الله اقدر لي الخير يا الله حيث كان بل وتسأل ربك أن يرزقك ماذا الرضا وهذا الرضا ناس كثير تشتكي منه شغاله ما شاء الله عنده فلوس وبرضو زعلان ما شاء الله منزوجه عنده أطفال وعنده عيال وبرضو زعلان ساكن في منطقة حلوة وكذا وبرضو زعلان عنده تجارة عنده دراسة وبرضو زعلان ليه رضا ما فيه الشيخ شنقيط لما جاء إلى مكة فقالوا له يعني بعد سنوات قالوا له يعني نجدك دائما سعيد في حياتي فقال جئت من شنقيط بكنز قل ما يوجد يعني مثلا عند الناس فقالوا له ما هو قال القناعة والرضا خلاص أي شيء يرزقني الله يا الحمد لله رزقته وابتليت به ما رضى الحمد لله وامشي لأنك ستبتلى ستبتلى أنت الآن من خلال خبرتك هل في أحد في الدنيا سالم من الابتلاء أبدا والله تطلع لك كذا واحد يقول لك يا أخي أنا بلو ابتلاء ويش مثلا أحبه ما نحب أو بلو يقول لك دائما أحبه وتقرب منه ما يحبني وأسأل عن أصدقائي وما يسألوا عني ما في كذا وأسوي وأفعل وأهدي وما يهديني وقابل وسلم عليه ومكشر يعني يعطيك ببلو ما لا يمكن أن ينسعد الدنيا هذه سجن من سجن المؤمن إيش يعني السجن يعني لن يكون مرتاح فيها فالفطنة إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ناظروا فلما علموا أن الدنيا هذه ليست لأحد سكن تركوها من اللي ساكن فيها من اللي قد تملك بقي ملكه من ينقل لغيره فاصرفه عني واصرفي عني ثم رضيني به ويسمي حاجته فيما مضى هذا في صحيح البخاري إذن تعلموا فكرة دعاء الاستخار وعلموها أبناءكم ومساءكم ومن تحبون والمسلم يطلب الاستخار إذا تعرض لأمر يحيره فيحتاج للدوء إلى الله فيدعوه رافعا يديه طيب رافعا يديه ما حكم رفعا يديه في الدعاء ما حكمه جائز سنة يعني أشعر الواحد أنه مضقرب إلى الله سبحانه أنا بدلي مستحب أن تحكم شريك بدلي الدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر في بعض الحاديث أن الله لا يستحي أن يرد أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفراء فهذا أدعى للاستجابة فأنت يرفع يديك وأيضا من التذلل من العبادة أنك أنت وأن تتذلل بين يدي الله رافعا يديك أنك تظهر هذا التذلل إيش هو التذلل قضوع لله سبحانه وتعالى القياد له في الذات لما تتوجه إلى بيته إلى قبلته أنه هو الذي أمره هذا إذا عرفت القبل إذا ما عرفت مكان فأنت عندما تدعو أن ترافع يديك مستحضر الدعاء أن الله يسمع صوتك ويرى مكانك وهو قادر على أنه سيعطيك وأنت أمام هذا الذي بقدرته أي شيء تتمنى والذي تريد ويستطيع أن يأتيك به إذا استحضرت كل هذه من العبادة هذه من عبادة والدعاء فيرفع فيدعوه رافعا يديه الراجي أن الصواب فيما طلب فالاستخارة أدعى للطمأنينة وراحة البال وما نذم من استخار الخالق وشاور المخلوقين ثالثا أيها الأحبة في الآداب المنبغية في الخاطب أنه ينبغي التفكير والتروي ما المقصود بالتفكير دائما هذه قدها يعني تعلمنا من المنهج النبوي لا تستعجل في اتخاذ القرارات يعني إذا جئت على شيء حاول تعطيه وقته لازم الآن أبود فيه والذي يقول خير الاندفاع والاستعجال ولو بدافع الحب ونحن هنا نتعلم يا مشاخ الآن في وقتنا الشاب أو البنت فقط ما يتعرف خلال الفترة الأولى السبوع بس تعرف هو لقاء لقائه ثلاثة خلاص هو بمشاعره مسكين ما هو متعود على النساء وأول تجربة فيظن أنه هذه فرصة لن تعود ويظن أنه إن ضيع هذه البنت هي حياته هي الوحيدة التي فهمته وهي نفس الشيء تظن أنه وهذا لا أبوها ولا أمها يشبع لها إيش هذه الغريزة وهذا التوجه طبعا من الله هو الذي جعلنا إلا جعلكم لباس لهن وهن لباس لكم هي من الله سبحانه وتعالى هذا الشعور ستجدينه معه أو مع غيره لأتي ممكن البنت العفيفة أو الولد العفيف لما هم متعودين على فكرة إيش التحدث أو الاختلاط أو مبادلة المشاعر أو مبادلة الأشياء الشغطية فيظنوا إذا ما وجدوا فرصة أنه هذه هي الفرصة وأنه ينضاع ضاع مستقبلي وكذا فالواجب على الولي أنه يعلمها لأنه مش بس في مسأة الخطبة ومسأة النكاح واتخاذ فرر النكاح حتى في إيش في أمور حياتها لا تكون اتبع لما يعني يميل له قلبك حتى أنهم يقولوا تزوج أو صاحب أو اخترض مع من يحبك ولا تحب مش تكره لا يعني مثلا قد يأتي شاب يقول لك أنا ما أحب البنت بنت خالي مثلا ما أحبها وبلغ أنه بنت خالك وأمها تحبك جدا مثلا يعني أنت ميولك دينية ما شاء الله يميله للدين والعلم حتى أنك فقير برضو يحبك منتكسين عليك بعد يأتي مثلا بنت عم يقول لك ما شاء الله أنت عندك بزل صغير أو مشروع صغير بنت عم فرحانة طايرة فيك وفي الشغل حقك ليش ما إحنا دمين فكونك تأتي تقول لا أحبها إذا استشير ما إشرع يقول لا يا أخي تزوجها وتكرهها لا ما أكرهها إذن الأولى أنك تتزوجها ليش هذه قاعدة حلوة يعني في المعاملة تقتلط مع من يحبك إذا كنت بس سعادة يعني يمشي مع من يحبك مش شرط أنك تحب واضح أو لا مش واضح مجربين في فرع دين واضح وبين مقطعين آه صح صح أنتم ما أبلغوا مني في المدرسة إلا أني أفوقكم بشي أني أسمع من غيركم أني لما العجل سأسمع من أتعلم من هذا ومن هذا ومن هذا في الثمت في الثمت هذا الشي يعني مثلا في ناس كثير يقول لك والله تزوجت ثنتين واحدة مثلا بنت عمي عن كذا ورصبوني عليها مثلا واحدة ثانية عن حب بعد عشرين ثلاثين سنة الثانية هذه خربت ما استمرت يعني أول كذا يعني شغلة نكشت خلص لكن بنت عمي لا بالله واكثر يعني حتى وإن كنت يعني أنا أساتل له وسويت وفعلت ولكن برضو يعني تراعي مشاعري تراعي كذا بالقبة والزواج والأساس هو المودة يكون متواجدة مهولة وما في لأه الحب بتجي يتبع يعني 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 لو جاء أحد يستشير شيخ أنا قال لك أنا مثلا أمامي مثلا فتاتين الفتاة الأولى تقدمت لها أو يعني أهلي يريدوها أنا أحبها لكن عادي بينما الثانية يعني شار كلام وكذا وعرف أنه متعلقين فيه أيهما يختار الأولى من الثانية هذا هو من مجال الخبرة فكر في الثانية أكثر مش لازم يختارها أنت كمشير تعطي المشورة تقول الأدوم لك أنه لازم من إيش من يحبك لا تفكر في من تحب هو أنت أنك من يحبك هذا الذي يديم العلاقة سبب الحق قد يكون يا أخي راح لا لا لكن الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف ما تنافر منها اختلف إذا كان هذا عموما فما بالك بين زوج وزوجة ينظر بمساة الإعجاب فهي قد شكل قد من ناحية الشكل فالحمد الله هي تنقح المرأة في الأربع منها جمالها فقد هي يعني مثلا تأتي مهتمة يعني جانب الشكل مقدم عندها عن أي شي قد يأتي جانب الشهرة كلك هذا الوحيد من جيراننا ولد المشهور في الحرة كلها يا بنتي مشهور بالسجن والمشاكل والمضاربات قل لك هو أبا هو شيطان مش الشيطان ترى أشهر من في الأرض عارفين أو لا من أشهر من في الأرض الشيطان الأنبياء ما نعرف من كلهم الملائكة لو أقول لك عداً لعشرين ملك ما تعلم من أدم يعلم من شيطان هذا الشيطان السهل بالله طيب طيب ولو بدافع الحب أنا أركز على الكلمات هذه المشاكل لأننا نحتاجها لمن يأتيك إنسان يستشيرك ابن أخ أخت أنك أنت يدك في الثل ويده في في النار إيش يده في النار هذا الحب بيش الحب الانشغال اللي يظن اندفاع أول مرة آخر وعلشان كده مما علمني ربي حاول توقع أولادك بالحب حتى وعمرهم 13-14 مش الحب الشري لا ولو حب مع حيوان البعدين يموت أو تبيع أو تفقد بحيث أنه يبكي عليه خليه يبكي حسس أنه الشيء في الدنيا هنا ما يمكن أنه يقلد معك في أشياء يعني مكتوبة من الله سبحانه وتعالى أنها لن تستمر معك وضح هذه المهم ولو بدافع حب أو أنها فرصة وقد لا تعوض كثير من الشباب حصلت لي يقول لك يا شيخ هذا بيت ناس تطور وظائف مضمونة وأبوها مدرفين وعمها مدرفين أقول له زي ما النسب تعلمنا النسب زي ما هو عزوة ترى بكرة لو اشتكت لهم حيكونوا وإيش كلهم هذاك اللي هو اللي هو في الشرطة بدل ما ينفع ويسوي لك الرقصة ولا هذا حيغرمك ويدخل كسير واضح والتاجر هذا اللي انت فرحان تبت خالطه علشان يديك من تجارته بكرة راح يكون أكبر منافس لك ممكن يوقف البضايا اللي عندك ويبدأ يضرك في السوق وهكذا قس عليها وبعد التأكد هنا هذه المعلومة المهمة بعد التأكد الاستخارة والاستشارة والتفكير وخلاص صممت وشفت الرأي هذا طيب كيف تعرف نتيجة الاستخارة منها اللي اطمئنان هل انت في ناس يظن لو نام سيأتيه مثلا زي المنام أو رؤية انه يختر فلان لا 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 هذو اللي مهم متعودين على الاستخارة طيب ايش قصدك بالاستخارة الاستخارة طالما انت استخرت الله في الزواج وتمم تجي تخطب توافقه هذه قد تكون من النتيجة هذه قد تكون من ايش من نتيجة الاستخارة انت زي ما انت ماشي واذا تعكنت تعكنت كنت تعكنن يوم ايش يوم الفرح صنع مستخير الله ما عند اي مشكلة اتذكر واحد كان يبيشتري ارض واستخر الله سبحانه وتعالى هو مدير وتصور اللي جبله الارض مدرس يعني في مدرسة المدرس جاء قال له يا شيخ والله انا حصلت لك فرصة ارض على المنطقة وكذا وقل له وقفني عليها راح ووقفوا عليها قال له هذه الارض وشوفه ارخص من ثمانية ممكن خمسين فرمية وف ليش كذا قال له حدت ورثه ويبيعه والموضوع ما انتشر لو انتشروا وعرضوا الورثة ما يبقوا مع ابوهم اللي اشترى او شي لو عرضوا الورثة خربت فلا تعلم احد قال له طيب وراح بارك الله فيكم وخلاص واستخار الله واستشار وحضر الفلوس والشيق ورسمي بس سبحان الله قابل واحد وهو رايح يكتب العقد وهو رايح وكيلة وشي يعني يمسك المكان وقت الدوام فاذا بالوكيل ليش يعني يقول له شر رايح يقول له والله بشتريت ارض في المكان مكان فلاني جوي هذا المكان ممنوع هم نزلينه في الجرائد من قبل 13 و 14 انو هذه الملاك الدولة ممنوع حدي لا يبيع ولا يشتري والناس هناك ورطانين ايش يدف حتى لو بايشي بايشي حتى وديت له مئة الف ويب مليون يقول لك عبوس يدك قد هات المليون قد هات المية الف قال له يا شي قال له ايا طب من شدة التأثر وتيب تعب وطاح وجاء الاشتعاف شارو ودو فسولو بس عملية يعني انعش بسيطة كده فريجع المدرسة ويعني يقول والله ما ذري يعني بس هي نتيجة الاستخار اللي هو استشار استشارك مواحد كده عشان هذاك حذر وقال له لا تخبر احد قال له خبرت حتروح اليه أي فلما اقول له هذه نتيجة الاستخار شف يا اخر اللحمة طب طاح لانه هو كبير في السن فما تحمل الصدمة نعتبره فرحة بما اعطاه الله طيب واتخاذ القرار اذا بعد التأكد واتخاذ القرار فخير البر اجل طيب يا مشاح نقطة ثانية ما هي أسباب اختيار الشريك ما هي أسباب اختيار الشريك ومن أسباب احكام اختيار الشريك طبعا قد يأتيك ساعي يقول لك الشريعة تركتنا هكذا في اختيار الشريك لا فيه اشياء ذكرت منها الدين وهذا حديث واضح تنكح المرأة لأربع وذكر لدينها فضفر بذات الدين تربت يدات فضفر بذات الدين هذا ايش أمر يدل على الاستحباب ليش ما تنقل للوجوب لأنه ما لإثن يعني لو جاء إنسان وقال سأتزوج فلانة أو هي قالت سأتزوج فلان لوسامته وهو يقول لجمالها يأثم لا يأثم بالعكس قد نقول له يجب إذا جاء وقال إيش أنا من الرجال أو هي من النساء اللي ميمن لعيني أي مرأة بالعكس نقول له لا ليش الخطوة ليش النظرة وليش الرغية الشرعية هذه لكي أحرع أن يؤدى ما بينكم ما تستمر العلاقة بينكم وانت براسة لأنه أصلا الجمال قينذهب كبرى السن تغير الوجه هذا يذهب ما هو مستمر لكن الدين هو المستمر وكذلك في ناحية المال قد لا تعطيك قد تتزوج أنت عشان بنت عندها ورث مال هي قد لا تعطيك من نفس الشيء النسب قد أنت تتزوج عشانسيو عندهم نسب بالعكس بك ريقلبوا عليه بالعكس هذو الأولاد عمه أنت 30 إلى 40 عم وأولادهم 60 إلى 70 يعني فوق المية تظنهم سيتفاخروا معك بالعكس هم قد يكونوا ربيطية بعدين يعني يتعازموا يجتمعوا كده وانت جالس الوحدة هو أنت السبب أنت اللي أقحمت نفسك في عائلة ولا في قبيلة ولا في أسرة لا يحبوا يعني الاختلاق بعدين تأخذ بنت عمهم قد ينظروا من نظرة المقارنة أي وال كيف هي أخذتك واستبدلتنا أو ما أخذتنا يعني بالذات لو يموظفوا عنده فلوس أو ما شاء الله أنجبت ولا لذكياش طار دائما من العوائل تبدأ المقارنات وما ينظروا لك أنت اللي تعلم وأنت اللي طلعتهم فوق يعني بالعكس أنت الذي رفعت من خسيستهم هذه الكلمة قوية عند العرب كانت ابنة العم تتزوج ابن عمها لترفع من خسيسته لزمان كانت في القبائل يكون ولد العم ما عنده شيء يعني فتأتي ابنة عمه تتزوج ليش لأنها تعرف أنه ممكن لن يتزوج ويكون مهمل لا تتزوج عسى استرفع من خسيسته تخليه رئيس أو تخلي مش رئيس يعني أب تخلي عنده أبناء لأنه عارف أنه لو راح تبهذل وهذه موجودة في القبائل تتستغرب كيف يعني ما يسوي شيء وتزوج هذه في عكس المدنية المدنية لا بالعكس تتشرق وتأتي وتنظر إلى طيب عزيزته يعني دناعته قلته وقليل في المال فيه تتزوج يعني تبين للناس عنده قليل في الجمال لا تبين للناس أنه شوفه بنت فلانة رغبت فيه وهكذا ترفع من مكانته مكان لا لا خساسته عن دناعته هي المكان المكان فوقه وتحت المكان طيب فعن أبي هريرة هي ممكن تأتي بسب زوجتك أو تزوجت لو قبلوا بك ليرفعوا من خسيسك قد تكون بالنباب إيش أنتبه ترى أنت من أنت فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعلمه إن شاء زوج بنتك لو زعلك تعرف مش تتكلمين قال تنكح المرأة لأربع لاحظوا أبو هريرة من هو من فوقهاي الصحابة فقد يكون أخذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مش مرتب لكن هو جماعة هو رتبه تنكح المرأة لأربع لما لها فهمنا لما لها ما المقصود عندها عرض عندها إرث ولحسبها معروف الحسب أي النسب ومن تنسب إليه من أشاعر وقوم جاءت في بعض الآثار اللي هو القرشية جاء الوصية بالقرشية وجمالها والجمال هنا أمر نسبي فما تراه أنت جميلا قد لا يراه غيرك جمع فهو أمر نسبي ولدينها ما المقصود بالدين فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات فظفر بذات الدين يعني فز بذات الدين تريبت يداك تريبت يداك هذا من الدعاء يعني ظاهره الدعاء ظاهره الدعاء ممكن أن نشارحه تحتنا فترغب المخطوبة بالخاطب المتدين كما يرغب الخاطب بالمخطوبة المتدينة فكما الحسب والجاه من مفاخر الآباء وشرفهم الأب يتفاقر والله وولدي أو بينت اتزوجت مدير البنك مدير الجامعة عميد مادريك وحب المال والجمال إلا أن الغاية من اختيار الشريك ومن سيكون غدا أب وستكون أما هو الدين لاحظة الكلمة هذه تفيدك في أبنائك لما يجوز تشيروك تقول يا بنت أنت بكرة أم لا تنظر لنفسك الآن هل هذا مناسب أن يكون أب لأبنائك هل هذا بكرة حتتعقدي معه مثلا زي ما يقوله إيش اتفاقات في التربية طب كيف حتعرف مسكين البنت هو وإنت كيف ربيتها هل ربيتها لعشر سنوات في الأمام بحي تقوم بالتفكير مثلا في الدراسة إذا ما تجي تقول لك أنا تخرج من الثاني وإنت مين أنت داري ولدا أو بنتا ومين أنت عارف فيه فين تخصفت أو فين درست كيف تلوم نفسك أو إذا جاء واحد تطبها تقول كيف بنتي تختاري هذا ما مناسب طب إنت علمت إيش مناسب ما مناسب تتصور إنسان ما يعرف الليل والنهار وتت بتشرح الليل والنهار بإلهي كيف فهم وهي جالس لا لا ممكن بالاستدراك كل يوم فعلى العموم وطد من عندك بالمعرفة الحياة خليك المصدر ثقة بدل ما يبحث عن غيرك سواء الكلام هذا لأب أو لأم هذا كلام مسجل للأمة كلها كيف تتعود في التربية على أن ابنك أو بنتك يسمعوا كلامك والمقصود هنا بسماء الكلام احترام رأيك أو سؤالك لأنه في بعض الأباء أو الأمات يجي يشتكي يقول لك والله ما شورني ولا أكلمني وبالعكس أنا أقول له يمين هو إيش سوي روح يسار لوم نفسك طالما أنت دائما أمام ابنك تشتكي أنا مريض أنا مريض أنا مريض وتيجي بكرة تقول له انتبه لصحتك هيقول لك يا باب طب أنت ليه ما انتبهتك ما الطبيب دائما يقول لك انتبه للأدوية وما تنتبه انتبه لوزنك ما تنتبه عندك مثلا انفعالات وكذا يقول لك بط الملح وانت تزود ملح عندك علام في بطنك وانت تاكل شطر وتزود منه والطبيب قال لك لا فانت فيه الشغلات ما تنتبه لها تقع فيه ونفس الشيء انت لما تتتكلم عن أم أمك سوت أمك فعلت أمك سوت وبكرة حتيجي تشيره ما حيسمع كلامه تقول لك انت أصلا لو كنت فيك خير استفدتين تبه فاهمينه ولا لا للأم لو جات قدام البنت طبعا البنت تتعلق بمين بالأب وتعلقها بالأب يزعي للأم ولا ما يزعي للأم ما يزعي للأم وتدخل فيهم الغير هذه من الله سبحانه وتعالى الغير هذه تدعي للأم دائما تتيش تكسر على الأب أمام البنت أبوك يسوي أبوك كده أبوك كده أبوك كده طيب بكرة بعد عشر سنوات خمسة عشر يوم الخطبة يوم الزواج ما تستشرف رأيك تقول لك انت يا أمي أصلا نظرتك في الرجال مش قويسة ترى أبوي ما في حسن منه وانت تنظرينه بسوء فهذا الكلام لن يقال لكن هو فيه في العقل فكيف انت الآن تجدولي لهذا المو مناسب أنا ما حصدقك ولا واحد في المئة فايش السبب سبب موينت اللي تسببت بالكلام وأمثلتها كثيرة أنا لاحظت يا مشايخ وينشأ ناشو الفتياني من على ما كان قد عوده أبو ثيق تماما إذا شفت ولدك عصبي انت اللي علمته بانتك ما تسمع الكلام انت علمته بطريقة مباشرة غير مباشرة وانت ما ينفع تقولي يا ولدي خليك صادق خليك صادق ويجي يوم في موقع صدق تكذب ليش الملامي على الأب ليش من الفتر الملامي على رفقة السوق مثلا انت اللي اخترت له لا ما انت اللي اخترت له انت اللي اخترت له لا تقول لي لا انت اللي اخترت له المدرسة انت اللي اخترت له الحي اللي تسكن فيه الهداية من الله سبحانه وتعالى لكن انت دورك أولا اختيار المرأة اخترتها علشان دينها ينفع في التربية كله اخترت عشان جماله وماله وماني عارك هي الفرصة اللي جاتك شيء الثاني انت مثلا ابتريت وانجبت وربي رزق ذريا وشفت ان الام هذه ما تنفع لا تكثر ذريا يعني زي اللي يقول لك هيش لا تكثر هذه من العقل شفت بارك الله فيك ان الحي هذا مش مناسب يأذوه ولدك في تنمر في ما هو بيئة سليمة انه يسكن هنا انقل حاول تنم تقل ارضو ارضو الله نفس الشيء في البنت اوجد صحبة لابنائك وهذه وجدتها مع ليش يعني العرب ممكن انتماؤهم لابنائي جلدتهم انا لاحظ عند الاقواننا المسلمين من الباكستان والعند يعني اتفاجأ انهم يدعوني بعلاقة ابنتي وعلى الناس صغيرة ليش ولت متميزة في القرآن وبناتهم متميزات في القرآن نريد هذه العلاقة اريد ان انشئ يعني هم في ظنهم ابنتهم مع الابنة هذه اللي هي قوية في القرآن هذه الصح هذا هو التفكير الصح انت لان لما تجي لما تأتي لابنائك تقولوا لا تمشي معها لا تمشي معها لا تمشي معها يمشي مع مين يخي يمكن هم طبعه غير طبعك انت طبعك مثلا تحب البيت تحب الجلوس هو لا يبا يلعب ويقرج اقل فريق عشان يلعب فيه اربعة خمسة يقول الى احدى عشر كرة القدم انت ما تحب كرة القدم هو يحبها تبكوين له علاقة مش مساة انك تسجل في نادي لا للعلاقة علاقة وهذه وجدتها كثير انتم اكيد يعني مجربين هذا الشي مجربين التضحية مجربين انه مثلا هو يحب مثلا السباحة ويطلع لي في الشتاء يبا سباحة يتعبني ولبس وخرج وموقف ونادي واستراك يعني اذا طلعلك الشغل انت تنتظر نهاية الأسبوع عشان ترتاح بالذات هنا التربية يمكن صعبة وهو يطلع لك انه لا رايح رياضة جماستي كل كرتين ولا من يعارفين ولا سباحة ومضطر انك انت تروح وتودي لكن انت لو ما رحت هو ايش حيشوف تبريك ذاني وهي مصالح هو يبيعيش ما لا تظن انه هيوقف عندك ويكتن نفسه إلا اذا طبيعة انه هيوقف عندك ويجلس جنبك بكرا لا تلوم ولا يا ولدي ما تحرك ليش انت فاشل ليش انت مثل متين وجالس كذا هنا في البيت وانت ما تحركه ما تخرجه طبعا البيئاتنا زمان للدرية احسن من ايش من وقتنا الان زمان لو تتذكروا اجدادنا كان يعني يمكن يخلف عشر عشرين ما هموا ليه يروح انت خارطه انت عمته عند الجيران عند المسجد انت هنا تجرب كذا فكر كذا حط راسع على المخد وقول لو فعلا بكرا عندي موعد في مستشفى ولا شيء وبولدي تأخذه غير اسرتي غير امه ما تحصل الا اذا لو حصلت حجارة كل شيء هذا ان لزم فيه فله فضل عليك طيب وثريبت يداك يقالك دعاء ومعناه لا صيقة يداك بالارض او بالتراب ايه افتقرت يعني دعاء مش حلو يعني انك انت تدعى على الانسان بالفق لكن العرب تستحمله للتعجب يا ويلك يعني كذا يا سواد ليلك مثلا هذه الكلمات اللي يشه كل لغة وكل تستعمله للتعجب والحث على الشيء كأنه يحثه على فعل الشيء وهو المقصود هنا يعني تربت يداك كأنه يقول له يش يحثه على فعل الشيء مش لها معنى واذا نستغرب كثير من الخطبة أو الوعاظ نسميه معاظ لأنه مش قد يقصد الوعظ ولا يفسر تربت يداك أنه يش يعني انك انت ادخلت يدك في التراب وخدت التراب وصبح ذهب لا 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 هي كمعنى هي المقصود بها الدعاء ودعاء مش يعني طيب يعني دعاء وتربت يداك افتقرت يداك والتسقط في الأرض لكن العرب تستخدمها في غير يعني زيش يعني قاتله الله تسمع في بعض الآثار قاتله الله ما اشجعه كيف قاتله الله وما اشجعه وهكذا لكن تأتي من بابيش الاستعجاب ويختلف الناس هذه المعلومة أيضا يا مشاخ تنبه لها ويختلف الناس في درجة التدين انت جاء الشيخ شخيهاب يحد يستشيرك يقولي لاني تزوج من بيت عمر تعرف بيت عمر ما شاء الله متشددين يعني كل شي عندهم مش كل شي حرام يعني حتى السنن عندهم مهاجبات كيف يعني العادات لو ركزنا على الدين اهل مسجد اصلا هو امام وما شاء الله ولده مؤذن وبنته مدرسة التحفيظ وولده اللي جاي جديد ما شاء الله تبارك الله يسوي له حلقة كذا في الاخير يعلم الاولاد الرسم وهذا الخاطب اللي جاي مسكين اصلا دوب ودخل في الاسلام يعني يمكن ما يستطيع هذا الكلام او مشغول يلا بنفسه فلوس وبنوك يعني هذا اول تصادم ريبة ولا مريبة لا لما انت عزمني عزمني على حلال حلال لا اريده حرام حرام مثلا او زاهد في الدنيا يعني هذا اصلا ساكن مثلا في شبقه وعنده فلوس لكن ايش زاهد في الدنيا والثاني مسكين يشتغل زلم انشار قال اياكل نازل اياكل وكل ما تجيله فلوس لا بالعكس هي بس زيادة يجوز ولا ما يجوز كل ما تجيك فلوس تدور فلوس زيادة يجوز بالعكس قد يكون مستحب تشتغل وعشان تعطي غيرك اختلاف الناس في درجة التدين نعم يعني هذه بما وقعت فيها انه يأتيني شاب يقول لي يا شيخ بك تشوف لي بنت كويسة طيبة حافظها للقرآن مدرسة التحفيظ عشان ايش يا ولدي انت كم حافظ يقول لك هو الله 15 سورة يقول له يذب رضي الناس وانت ما طيب هي تبقى واحد يراجع لها يعني تبقى في الليل بدل ما تسمر على مسلسلات ولا على اشيات يقول تستغل ساعة ساعتين مراجع للقرآن كيف حتراجع معه وانتم انت حافظ طيب ايش يسوي خلاص شوف واحدة يا تحفظ وتبحث عن واحدة حافظة مثلك يعني على قدر يحفظك يا خلاص ليش تدخل نفسك في شيء امثلتها كثيرة قد يأتي انسان يقول لك والله انا بتزوج واحدة ما شاء الله تبارك لا دكتور يعني الشيخ شوف انا كده في الجامعة دكتور او شيء خرجت من الثنوية وعسكري ما عندك شيء هذه عندها دوامة كيف تتكلم معك بكرة لما تتفاهم معك يعني كيف حتتفاهمه يعني انت لغتك ولاهجتك غير لغتك غير انه الاستعلاء حاز ينتبه لها في الزواج ما ينتبه لهذا الشيء لكن بعد سنة سنتين ثانيا يبدأ يحس هو يقول لك هي يتكلمني بالطبقية كده من فوق طبعا انت اخترتها انت اخترتها وانت تتحمل الفرن اللي ولعته التكافر طبعا يجوز يجوز انه هو يكون اصغر منها هي اكبر هو اقل منها هو افقر هذا كله يجوز لكن اذا استشارك نبه لهذه الاشياء يقولوا طيب انت منتبه لفرق السن اللي بينك وميش يعني فرق السن فرق تفكير هي بعد سنتين فيها السنوات حتحصيلها كل شبه تبقى تروح الدكتور تراجع وانت ريش ساعك ما عندك يعني بالعكس انت العكس تدور كيف تعيش وكيف تدور كيف تموت وهكذا يعني يعني فيه فرق وانت تفكر فيه شي ويتفكر فيه شي مثل ما بيني احنا تقولون هل انتبه في عندي مننا اربع قواعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة المال والحساب والدين والجمال هدول كما تقول دائما وفيه اشياء تركيك للارض يعني ما جاء لا احنا ما نقول دائما انا فهمت ماذا تقصد احنا نقول ابو هريرة يعلمون ان المرأة قد تنكح لأمور كثيرة من هذه الاربعة وغيرها قد تنكح لهذه الاربعة او لغيرها يعني احنا الان في وقتنا الحاضر الحسب ما المقصود به الحسب الان في وقتنا الحاضر مثلا الجواز قد يأتي واحد يقول لك والله بتتزوج من جنسية فلانية تحمل جواز كذا وكذا عشان اولادي يأخذوا هذا الجواز فهذا هو الحسب قد يأتي للشهرة يقول لك الله انا اتزوج من بيت فلان او بنت فلان هذه مشهورة طبعا الشهرة الآن من الفتن اللي وقع فيها ايش الناس اللي هي الشهرة شهرة في ايش انت يعني ايش سويت انت كلها هذه مشتركة برضو هي تركح والمرأة والرجل لماذا لان الرجل هو الذي يبحث وهو الذي يطلب لكن عندما يتقدم وهي تبدأ تختار فهي تقني هل هو لجمال هل هو لمالي هل هو لحسبي هل هو لديني فإن كان لديني لا تضطر وتعلمنا أنه قد يأتي الولي يخطب يخطب لابنته ما المانع بالعكس يقوله في المثال يخطب لابنتك فلا تخطب لولدك شو المشكل إذا وجدت والله الشاب هذا بسم الله ما شاء الله بماله واستقامته وتدينه وبره لوالدي في خير بالعكس يعني اخطف ليش هيش المشكلة ليس عيبا حيهيني ابنتي والله انت اختار انت اختار شوف كيف وهذه القصة اللي تقال في قبيلة يعني كان رجل يحب ابنته حبا جمع كل الابا يحبوها يحبوا بناتهم لكن ممكن كانت هي الوحيدة فجاء واحد يخطب ابنته هو تزوجها فزوجها بايش المهر بريان والرجل شغاني وشبعان ورئيس في قومي يعني قبائل كلهم قبائل هذه فاخذها بعد فترة من الزمن يوم عاير الولد الشاب هذا البنت فقال لأنا صمت متزوجك بعلبة بيفسي يعني علبة اللي كانت بريان أنا متزوجك بعلبة بيفسي فبلغت أبوها فأبوها أخذ البنت وجاب عنده عنده في البيت فلما جاء الولد وضم بينهم قرابة تعلوا علبة البيفسي قال له هذه علبة البيفسي ما نبغ ما أنت تزوجت بعلبة البيفسي فالولد راح بلغ أهل وذوي أبو أو شي فقال له سود الله وجهك أنت تسوي يعني ربي رزق بهذه البيت وبعد النسب بهذه الأسرة تقوم تسوي كده فإيش نسوي ما يسوي فراح يمكن فوق 20 و30 جاعة على الشخص يشفع له أنه يعيد البنت فالأب ما رضي إلا بيش 100,000 كده تعديب أي قال له تبعها ما هي أصلا ما تبعها بس 100,000 وفرح وما عارف وكده فلما تزوجها صارت هي يقول له 100,000 بيبس لي طيب فضر بذات الدين فبالمخطوبة المتدينة فكوما الحسب والجام مما فاخر إلى أبا وشرفه محب المال والجمال إلا أن الغاية من اختيار الشريك ومن سيكون غدا أب وستكون أم هو الدين وتربت يدك وقال كدعاء ومعناه لصقت يدك بالتراب أي افتقرت لكن فالناس في درجة التدين فهناك من يكون الدين عنده بإقامة الفرائض فقط وهناك من يكون الدين عنده بإقامة الفرائض والسنن فالواجب اختيار الشريك المناسب من الباب الفائدة اختيار الشريك من أوجه أني إنسان طالب علم الآن عمره عشرين متخرج من الجامعة فوقصد بطلب العلم عموما إنسان علوم شرعية أو علوم أيش يعني بيتها العلم يعني يحبوا العلم يقدروا يعني مثلا تطنظوا لإخوات الكبار تكاتروا ما شاء الله أو متعلمين أو مهندسين أو شيء يعني يميلوا العلم حتى لو ما هم متوظفين الميم عندهم شهادات ليش لأنك إذا تزوجت من بيت آخر قد يسفهوك قد يعني يقللوا من ميولك يعني ما تصور بالله بكرة ألفت كتاب ولا حقك تشاهد ولا عندك مؤتمر وفرحان ودعوتهم تعالوا ما هم فاهمين إيش المؤتمر إيش فاهمين إيش أنت تتكلم عن إيش أو والله أنا جايب شهادة الدكتورة أذكر فيه واحد من زملاء هنا حقق شهادة الدكتورة فلما نكلم يعني أبوه جماعته قالوا والله نسوي لك فرح يا أبو ما له علاقة الفرح والله فرح ما في علينا وولد عمك قال علييا الذبائح وانت قال أنا علي مدري السيارة سيارة مين يا عمي مين عروس هذه شهادة الدكتورة قالوا لا والله وفعلا جابوا هذا الديجي وجابوا الأشياء وجابوا عزايم وذبائح المضحك الناس اللي جوا الناس اللي جوا ما هم عارفين إيش فيه فكل واحد جايب له الرفت هذا الهدية حق الزواج يلا بارك الله لك وبارك عليك جمع بينكم على خير مش فاهمين العائلة كلها مش لا دكاترة ولا طباس مش عارفين إيش الكلام إيش فيه إيش هي دكتورة زوج دكتورة ولا إيش الكلام فعلى العموم طيب ثانيا الأخلاق بعد الدين الأخلاق هنا الأخلاق تنبهوا له فيه فرق بين الدين والأخلاق نعم الأخلاق هذا بينك وبين ربك اللي حتحاسب عليه وهو المقدم لأنه لو ما هو صالح مع ربي يعني لو جاني واحد الآن ما شاء الله بار بواليدي ويقطر عسل كلامه حلو لكنه يشرب الخمر لا 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 ما تعطيله بنتك ولا أختك ولا شيء والعكس بالعكس هي لو ورياذه بالله مدمنة ولا شيء لا إلا إذا كان والدي مدمنة طيبون للطيبات والصبيثون الخبيثات خلطوا بالعكس يشربون مع بعضين يبطلوا يعني يبطلوا الجدمان ويستبدلوا يشربوا حاجة ثانية يعني طيب فالأخلاق لا الأخلاق بين الشخص ونفسه وذي من الأشياء المهمة هذا ما تيسر إعداده وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياك نلتقي في الأسبوع القادم وفي أمان الله